السلام عليكم بنياتي ولداتي اخوتي اخواتي كديرين لبس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة وقاكم ان شاء الله الفيديو في احسن الاحوال ثم كلها من الكبير الى الصغير اليوم بنياتي تحت الطلب المتسبعين والمتسبعات بغير وصفة لعلاج انسداد الانف اللي عنده انسداد الانف يكون عنده المخاض وحد المخاض يكون في الانف ديانهم اطراع الزكاب والذي يكون ضربوا البلد ويكون من اجراء الماضي للجهاز التنفسي كي تسدد لهم الانف ديانهم وممكن يبقوش قضية نفسه اليوم بنياتي اخطيكم اخوة الوصفة رفيتها في هذا الفيديو في مطبخ اميرا في هذا الفيديو في مطبخ اميرا لقاستي الحسن كثير من المتسبعين والمتسبعين سوف نطلع لكم الشهادات لها الناس اللي وافقت لهم هاد الوصفة يعني لقات نجاحة كثير وشكروا هاد الوصفة وعليش شكروها لانها يعني تخلصوا من هاد المشكلة في ثلاثين ثانية ما بقاش عندهم المشكلة في انسداد الانف يعني انسداد الانف يعني تحلت لي في ثلاثين ثانية ما بقاش عندهم المشاكي سوف تشوفوا الفيديو ونعودونيكم سوف تشوفوا نيراني باقي بالنضادر يعني فيتا حيث ذوكا فيتا ديلا هذا الفيديو انا بالنضادر ديولي وذوكا انتم كتشوفوا النضادر تخلص منه وشاركت معكم كيف حيثت النضادر الحمد لله باستجاع النضادر ديالي أما قبلها كانت عندنا نضادرات لكي تشوفوا الفيديو في النضادرات يعني فيتا ديلا في مطبخ اميرا وقلت نعود لكم عندي فلالة باهيجة لكي المتبعين ديولي يستفدوهم ويشوفوا هذا العلاج اللي في ثلاثين ثانية سوف يتخلصوا من هذه المشكلة الانسداد الجيوب الانفية دياليا سوف نعطيكم معاه بمكون واحد لكي سرحوا هذه الجيوب الانفية وسوف نعطي معاه تمرين تمرين ساهلين ماهلين إذا تبعوا الفيديو من الأول إلى الآخر وتبعوا الوصل من الأول إلى الآخر وإن شاء الله سوف يتلقون الشفاء التام بإذن الله تعالى ولا تنسوا لايك في الفيديو وتشاركوه مع الناس المرضى الذين يحتاجون هذه الوصفة والأجر والتوان الآن معكم بنيتي ووليدتي وخوتي وخوتي كذلك مرحلة بكم في فيديو جديد قبل أن نبدأ في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتلقى التحليل بنيتي كاملين لتفاعلوا مع كل الفيديوهات وتفاعلوا مع الوصفات وكتبوا تعليق بأن الوصفات نجحت معهم ودائما والطالبات كل مرة تحت الأمر وإن شاء الله سوف نكون الوصفات اللي باقينها إن شاء الله سوف ندرها لهم وصفة إن شاء الله مع هذه المناسبة إنسا الناس اللي يطلبوا بزدك الوصفات بالأمر ذلك التنفس الكحة إنفلونزا إن شاء الله المناسبة لنا يطلبوا بزدك الوصفات كي طلبوها بنيتي وإن شاء الله لهم وكتبوا واحد وصفة ثانية يطلبوها بنيتي لديهم المشاكل للمشاكل هذه الوصفة أنا لديها لكم اليوم لديها العلاج إنسداد الجيوب الأنفية تكونوا تسدوا وكتبوا ألم الرأس هنا تكونوا ألم الرأس كثير كي يجي وكي يحسبوا وحراء الإحتقان للجيوب الأنفية كي يقولون عندهم شيئ إحتقان للجيوب الأنفية وكي يقولون تدقي التنفس وكي يقولون مخنوق يعني لا يشموا ولواله يعني يقولون يطلبون تنفس كثير 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 اليوم ابنيتي أريد لكم هذه الوصفة على طريقتين وصفة تمرين تمرين كي أريد تعطينها تمارين وكي يكون هناك هناك وصفة تقليدية جدودنا من زمان وتعالج هذه المشكلة في ساعتها في ساعتها تعالج هذه المشكلة لتحلل الجنوم الألفية ولا يبقى هذا الأنم للرأس نهائياً ويبقى وتابعوا معي إن شاء الله الفيديو من الأول إلى الأخير لا تنسوا أن تقوموا بتقليد الفيديو وإضافة وإضافة لكم تعليق جيداً وإضافة لكم وتابعوا معي إن شاء الله بسم الله على بركاته الله سوف نبدأ إن شاء الله بطريقة الدكتور بريطاني يقوم بإضافة تمارين لكي ينظف هذه الجنوب الأنفية وكي يحلل هذه الجنوب لكي يعالج تمارين أي مرض كي يعاجب تمارين كي يمشون نقطة جسم المرض وتعاجب تمارين يعني تمارين حركية كي يعاجبها أي مرض كي تعاجبه هذا المرض الإنسداد الجنوب أنفية وتنظيف المثالك للتنفس يعاجب تمارين سوف أخبركم بنياتي أنا سوف أخبركم بنياتي كيف سوف أخبركم بنياتي أولاً سوف أخبركم ما بين هذه الحجيمة سوف تكون لدينا العين الثالثة العين الثالثة سوف ننقرها سوف نضربها نقارات عشرة نقارات هي عشرة ثواني سوف نخصبها من 1 جوش ثلاثة 1 جوش ثلاثة 2 4 5 6 7 7 9 10 عشرة نقارات كان يتضرب من 1 جوش ثلاثة من 1 جوش ثلاثة من 2 جوش ثلاثة فتكون طلب من 1 جوش ثلاثة كان يتضرب من 1 جوش ثلاثة لكلّها تضرب من 2 جوش ثلاثة ونضغطوه مزيان ونضغطوه 10 ثماني كذلك ونضغطوه 10 ثماني ونضغطوه مزيان ونكملوه 10 ثماني ونحسنوه من 1 إلى 10 ونبقوا دراغتي تكملوه إلى 10 ونمشيوه لهذه الفلسة ونصدوه ونصدوه هاد الفتحاتين نحاولوه نصدوه بزيان قدامكم ونصدوه كيفاني للصقف ونصدوه كيفاني ونحسنوه ونحسنوه على قدام جهدات 10 ثماني ولا قد ما بدكم تقديروه وكتحلوه منك تكملوه أنكم سديتو النفس ديالكم على قد ما بدكم كتحلوه كتلقوه لك الساعة أن النفس ديالكم تحلتها هذه هي الطريقة التي كديرت دوكسور منضغطوه طريقة تمارينية زوينة وجربوها ومن ذلك شوردوا لي الخبار رهزوينة زوينة 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 بعد مدرانا 80 دوكسور منضغطوه التي تصرح الجنوب الأنفية في الستينة ثانية وفي سورة طغيرة تجدون أن كما تصرحتم لديكم هذه المشكلة وذلك سأنتقلوا الوصفة لأجدادنا ووالدنا التي يفعلها إن شاء أن يفعلها وتنجح معهم في هذه الساعة تصرحوا الجنوب الأنفية وتنظفوا لنا هذه المسالة تنظفنا هذه الساعة لا تتعطلوا بمكون واحد سأقول لبنياتي سأقول لكم طريقة لكي تحصل لها بمكون واحد سأقول لبنياتي بمكون واحد لا تضعوا لك شيئا ونريكم طريقة طريقة كيف ستنظفوا بها هذه الجنوب الأنفية و من سأخذها؟ و الساعة ستكون هناك فهناية ستكون هناك لتأكدركم في رأسكم و تريدون أن تنزلوها من سأخذها هذا المكون؟ و بعد هذه الساعة ستكون و ستقدروا تعطسه و ستتخلقوا بلاوي الذي مع عملكم تشتوها من هذه الجنوب الأنفية ستبعوا معي على القبرة ألقاب و سأخبركم من ذلك كيف تفضل كيف تطبقه بنياتي براكتي المكون هو السانوج هو هذا الحب البراكة والذي ستحتاجه ستكون هناك المشكلة التي يكون لدي الإنسان لأنه يسلحها من ذلك و يخرج منها يعني الميكروبات من الأنف يخرجوا من ذلك هذا المكون أعطيته في قناة أخرى لأنه يشخر يجبون هذا الحب البراكة و ستقطره في نيوف و سيكون لديه و هذا هو سأخبره و سأخبره و سأخبره و سأخبره و سأخبره و سأخبره فما يكون لديه فما ستصبح فما سأخبره وبنياته سأخبرها من هذا السانوج وسأخبره نضق نينه ناعم لا نهرم شو يعني نفرشه لتحل نينه لتحل نينه يعني نضقه نضعه بهذا المهرب نضعه لتحل نينه لتحل نينه وعني نضقه ونرجعه بعدما نضقينا نضقي نينه نضحه ونضعه نضعه 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 هذه هي الطريقة التي تحصل على جدود بعدما نضعه 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 هذه هي ونحزم هذه الصورة جيدة ونحزم هذه الصورة جيدة ونحزم هذه الصورة صغيرة سوف نستشقها إن شاء الله ونتابع معكم ونقول لكم كيف سوف نستشقها سوف نستشقها سوف نسلقها حتى نشعر بشكل حرقان و ندخل هنا لفوق و نسلق المنخرة الثانية و نسلقه و نسلقه اه الله نسلقه و ندخل هذا الثانوش و ندخل الهتل هنا يدخل نسلق هذه ثلاثة مرات نسلق المرات التي نسلقها و نعود ثانية نسلقه و نصنقه بشكل حرقان و نسلقها و نسلقها و نسلقه و نسلقه و ندخلها و نحنقه بشكل حرقان وحبة الباركة تدخل حتى المهناية من بعد أن أضعها ثلاثة مرات سوف تضعها وتولع شيء قليلا ومن بعدها ستعطسي ستعطسي بلاوي مع هذه العطسة ستعطسي ستعطسي مجموع لكله ستعطسي لأنني قمت بها قبل قمت بها ثلاثة أيام وقمت بها حتى أتترك مع أبنيتي لماذا أنا دقاء وخاطرتها أشعر بحلقات ولكن لم أعطسي لأنني لم أشعر لي لأنني لم أشعر لي لأنني ستكون أشعر لكم في كل خيرات اللي ستكونوا مستعر داخل هذه المصدر أن تضعك ستعطسي 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 ما ستعرض العجب كموسة حبة الباركة سوف نتأكد أن محلولها في أجدادنا لتجاربت مع أبنياتي سوف التطبيق الأخرى سوف نتأكد أن أطلقها وأما المحلول فأنا قلت لكم أنها لم تقلها وإذا لم تنجلها فإن أصلوا من الضرار لا تتحقوها كما تعلمها نتبه أن تتعلمها لا تتأكد أن تتعلمها لكنها تتعلم وأن تتعلمها وأن تتعلمها قبل أن أدعوكم أبنياتي سوف يأتيون أسئلة كما جاءت في الفيديوهات السابقين يقولون كيف يدرون الحواميل أو لا يدرون الحواميل للأطفال لا تخافوا منهم لا تخافوا منهم كلهم رمض فيهم أعراض جانبية كيف يدرون الحواميل للأطفال لا يوجد مشكلة وكيف يدرون الحواميل للأطفال لا يوجد أعراض جانبية سوف ينظف لكم الجيوب العنفية من المخاطر التي تكون فيهم من سيدادات وكل شيء وكل شيء إن شاء الله هذه هي البصفة التي أدري يا بنياتي وأتمنى أن تكون ونفهمتكم جيدة بنياتي الوصفة والذي أعجباتكم الكثير لا تنسى لايك ودير تعليق زوين والباقة جامعة الأصدقاء لكي تعمل الفائدة وإلى فيديو مقبل إن شاء الله وشكرا لبنياتي كام من داخل المغرب وخارج المغرب وإلى اللقاء في فيديو آخر